اشتركوا في القناة وقد مضى بعده أسبوعان فمعناه أن أنا من ثلاثة أسابع درس مهم جدا ينبغي تكراره وضده قد ذكرناه في الدروس الماضية وهو من أمراض القلوب فالدرس الماضي هو الرضا بالقضاء وهو باب الله تعالى الأعظم أما عدسه حقيقة هو باب النفس وباب إبليس وباب الهواء لِلْأَسَفْ أعطي أسف sadly and we went over the topic of a pleasure with Allah's decree and that is the great door to Allah subhanahu wa ta'ala and it contains a lot of goodness and the ones who missed it should watch it and the ones who even the ones who saw it should repeat it it is a very important chapter مرة بعد مرة it is an important chapter that deserves repetition time after time and the opposite of that chapter هو سخط القدر is to be displeased with what Allah has decreed وهو باب النفس والشيطان والهواء and that is the door of the the shaytan and of the nafs and of the whims and desires وَلِبُعدِنَا بِهِ وَلِبُعدِ النَّاسِ عَنُهُ وَالْبَعْضُ قَدْ لَا يَكُنُوا قَدْ سَمِعَهُ فهو كما قال المؤلف وَسَخَطُ الْقَدَرِ أَنْ يَعْتَرِضَى عَلَيْهِ جَلَّ وَعَلَى فِي مَا قَضَى كَقَوْلِهِ مَا كُنْتُ أَسْتَحِقُّ ذَا وَأَيُّ ذَنْبٍ جَرَّ لِهَذَا لَا وَلِبُعدِ الْوَقْطِ يَعَنُوا فَقَدْ مَضَى قَدْ مَضَى قَبْلَ سَفَرِنَا الْمَاضِي مَنْهَا فِي السنة الماضية قَدْ مَرَّ بَعْدَهُ تَقْرِبًا قَرِبًا سَنَة فَقَدْ يَكُونُوا السَّامِعُونَ نَسَوْ وَقَدْ يَكُونُوا مَا لَمْ يَسْمَعُوا كَمِهِ لِمُشَاهِدِينَ الْجُدُدِ فَلَابدًا نُذَكِّرَ بِهِ قَلِيلًا And that chapter in fact was one that we went over about a year ago It was before my last trip to Mauritania So it was about a year ago So because of how long ago it was that many people are just starting to listen newly وَالسَّامِعُونَ قَدْ يَكُونُوا نَسَوْ Or the people who are attending even and listening and viewing they actually may have forgotten So we will repeat some of that chapter وَلِذَلِكَ يَقُولُونَ مَنْ تَرَكَ التَّكْرَارَ فَلَابُدَّ إِنْ يَنْسَاءُ That is why it is mentioned that whosoever leaves repetition then he must forget So if a person heard something once or twice that's not called a repetition وَلَوْ أَنَّهُ الْإِمَامَ الشَّافِعِ وَلَوْ أَبْنَ عَبَّاسِ وَلَوْ أَنَّهُ أَنَسَ بْنَ مَالِكُ وَلَوْ أَبُوْ أَبُوْ هَرَرَى Even if he is Imam Shafi'i, even if he is Anas ibn Malik or Abu Harara Or Ibn Abbas فإليكم المثال السابق قد تكوننا نسيتم قد قلت ماضيا إن أنس أو أبو هرَرَى رضي الله عنه لا أتذكر آنا قال كنت أراجع ما قرأتهم ما سمعتهم من رسول الله سلم ذلزاً للمراجعة سمعتهم ما قلت أرى أنس أو أبو هرَرَى مَلَّهِ أَنَّا عَدَتُوا師 وَكُلَّ لَلَيْلَى ذُلُوا ذُلُوا لَلْقِيَامِ وَزُولُوا لِلْنَوْ مُرَاجَعَةِ قَالا عَادَتُوا قلت مستقبل وقلت مستقبل العجل وهو رباه وقшему يسعى معنى أن الناس لو قالوا نحن لا نحفظوا لا لوم عليهم كيف يحفظوهم وأن سبن مالكي يراجع كل التي يهلوها الليل والإمام الشافعي حفظ الموطاة في سبعة أيام فقط لا تزيل وبعد ذلك جلس مع الإمام مالك لمراجعة والتكرار والفهم تسع سنين فقط مع الإمام مالك دون غيره من المشاعر مانا من نسي لنا وقال لا تذكرها لا لوم علي لأنه لم يقرى ابتداء حتى يقال نسي So another example is Imam al-Shafi'i who he memorized the موطاة of Imam Malik in about seven days not more than seven days وهذا موطاة مالك هو أم الحديث كلها ترشع أمهات الحديث إليه كلها وهذا أم البخاري ومسلم وكتب الستة described as the mother of Bukhari and Muslim and the other six books that once he memorized it in seven days then he went to Imam Malik and he stayed with him for للفهم والمراجعة وفهم العلوم يعني جلوسا يوميا تسع سنين لا يفارقه فقط مع مالك دون غيره من المشاعر فقط مع مالك دون غيره من المشاعر So if somebody now says that I forgot then he didn't forget until he left it what did he learn in the beginning even for him to forget? Have you just heard? لا نسية لا نسية شيء كان عنده So if somebody says you know I forgot, then that's not true it's a lie because you forget something that you actually had you can't forget something that you never learned هذا عبد هذا يقاله العبد لا يقاله تعلم لأنا يقال نوع من العبد تعلم لأنا في غالب الناس نوع من العبد نوع من اللعب والعبد So the learning that people do nowadays is just نوع من اللعب والعبد It's like an idle waste of time It's a type of play It's not serious نوع من اللعب والاستهزاء It's not serious It's like It's like a mockery It's like a joke و الله تعالى يقول لا تخي وآيات لا يزوان هذه آيات الله هذا العلم هذا العلم and Allah سبحانه وتعالى says do not take the verses of Allah in jest and joke and this is this knowledge this knowledge is from the verses of Allah هذا العب لعب بدين الله So then we are playing with the religion of Allah ما هو ضد الرضا ما هو ضد الرضا So what is the opposite of الرضا of a pleasure هذا هو السخط القدر is to be displeased to be angry at what Allah has chosen وما هو السخط القدر Angry at Divine Decree what does that mean? وَسَخَطُ الْقَدَرِ أَنْ يَعْتَرِضَ عَلَهِ جَلَّ وَعَلَى فِمَا قَضَى أنْ يَعْتَرِضَ عَلَى اللَّهِ تَعَلَى فِي أَيِّ أَمْرٍ مَرَّ عَلَيْهِ أَوْ رَآهُ مَرًا عَلَى أَوْ رَآهُ مَرًا عَلَى أَيِّ مَخْلُقٍ أَخَى أَلَّا يَرْضَى بِذَلَكَ أَوْ لَا يَقْبَلْ أَوْ لَا يَكُونَ سَعِيدًا معصية أو طاعة أو مصيبة معصية أو طاعة أو مصيبة لا يمكن أن تعترض مطلقا لكنه يلوم نفسه بجراء المعصية لأن السبب وقع منه أن كان الفعل حقيقة من الله تعالى وليالك قال النبي صلى الله عليه وسلم بحديه القدس فلا يلومن إلا نفسه حديث البخاري مسلم فعلى المعصية المجمع عليها فعلى المعصية المجمع عليها لكن لا يمكن أن يكون راضيا مع الله تعالى أنه أجراء هذا القدر لا يمكن أن يقول لماذا يا رب He cannot object that oh Allah subhanahu wa ta'ala why did you know well for this to happen and so on Objection cannot be against Allah subhanahu wa ta'ala That is why the Prophet sallallahu alayhi wa sallam mentioned in the hadith إلا جرت عليك معاصي حديث البخاري ومسلم In the hadith البخاري المسلم that if a person has gone through many sins فلا يلومن إلا نفسه ما يمكن أن يلوم رب العالمين He should not blame except himself It is not fitting for him to blame the Lord of the world يَنَّ اللَّهُ تَعَلَى مَنْ يَحْكُمُ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ مَنْ يَحْكُمُ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ Who rules over the Lord of the world Allah subhanahu wa ta'ala said يَفْحَلُ مَا يَشَاءُ لا يُسْلُ عَمَّا يَفْحَلُهُمْ يَسْلُونَ He's not asked about that which he does He does not ask about that which he does and they are asked and he does as he wills هو ليس مُكَلَّفًا حتى يُسْأل Allah subhanahu wa ta'ala is not held accountable so that he is responsible and asked المُكَلَّفُ الْمَخْلُوقُ وَمَفْعُونُ بِهِ والله تعالى هو الفَعِل المُكَلَّفُ الصِّغَةُ مَفْعُونٍ مُكَلَّفٌ وَمُكَلِّفٌ فالله تعالى هو المُكَلِّف والمُكَلَّفُ وَمَخْلُوقُ Allah subhanahu wa ta'ala is the one who places the responsibility He's the one who you respond to when you're responsible for your actions He's the one that you respond to and you're the one who is responsible I was telling an individual you know this so and so what you have done is something very major it's a very dangerous sin I don't want to specify whether this was a man or a woman I said this which you have done is a very serious and dangerous sin فقال أنا حقيقة حاولت ولكن لم أكن سعيدا مع هذا بفعل الواجب So they said that you know I حاولت حاولت you know I tried to do what is obligated but you know I wasn't satisfied or I wasn't happy doing that which was obligated upon me أنا فقلت له كيف هذا قال كيف تلومني وأنا أصلي الخامس سبحان الله شيء عجيب شيء آخر How can you blame me أنا أصلي الحمدلله صلوات الخامس وأنا وكأن الذنوب الأخرى خلاص يعني How can you blame me when I'm praying the five prayers as if the other sins they're not important فكأن الله تعالى قدر هذا وأنا راض بهذا مع نفسي معنا أحترم رأيي معنا أحترم رأيي معنا أحترم رأيي وخلاص يعني أنا أحترم رأيي أنا ما شف هذا الأمر ما شف هذا الأمر Meaning in the end that you know I'm pleased with that what I did and you know I'm content I'm content being upon this and I will continue upon it as well شيء عجيب وكأنه يصلي الخامس هذا شيء كافي يعني برضاء بالفعل So it's as if they were praying the five prayers and you know that's enough they can do whatever they want after that فمانا كقوله فقوله ما كنت أستحق هذا ما كنت أستحق هذه المصائب وهذا الضغط النفسي وهذا الضيق لا أستحق لأني أصلي الخامس لأني أطيع الله تعالى هذا اعتراض على المقدورات كقوله مثال كقوله ما كنت أستحق ذا وأي ذنب أي ذنب جرى لهذا لا هذا اعتراض على الله كمن يصاب بمصيبة وينقطع رزق وياقع في مشكلة لذنب جرى لأني أستحق هذا وأي ذنب جرى لهذا أنا يعني مستقيم لا أستحق هذا أنا لا أفعل أشياء that I don't deserve this you know what did I do to deserve this as if you know I don't do anything wrong and why is this you know happening to me لو سألني لا قلت أنت بنفسك خطأ حقيقة أنت بنفسك خطأ and if somebody told me this or asked me about this then I would say that you yourself you're incorrect you're wrong أي ذنب جرى لهذا وأي ذنب جرى لهذا وأي ذنب جرى لهذا أنك لا تستحق كل مصيبة and what kind of sin is there above that sin that you're doing right now by objecting to Allah that sin which is enough for you to deserve every calamity وأي ذنب جرى لهذا أنك تستحق على رب العالمين أي نعمة and what sin is greater than you thinking and having the arrogance to believe that you have that Allah owes you any type of blessing الله ما لأحد عليه حق الله ما لأحد عليه حق وهو بنفسه العبادة السحق الله ليس لأحد عليه حق يجب عليه سبحانه نما هو فضل من هو كرام No one has any right that is compulsory upon Allah rather it is always from the goodness of Allah and virtue وهنا ننتقل إلى باب المحبة وهو باب مهم جدا يلزمنا أن نستمع إليه ونحضر قلوبنا وعقولنا وأفهامنا and then inshallah we'll continue where we left off in this book which is the chapter of محبة of love and this is وحضر آذاننا وقلوبنا وأفهمنا وعقولنا and this is a very important chapter and very beneficial so we should be present with our ears with our minds with our hearts and with our understanding and our attention بكل شيء with everything قال المؤلف رحمه الله اسمعوا المحبة ويغلطوا فيها كثير من الناس يغلطوا فيها كثير من الناس خصوصا من ينتسب إلى التصوّف دائما قولهم المحبون المحبون هؤلاء قد تسبيهم المجرمين قد تقول هم المجرمون حقيقة يغلطوا فيها كثير من الناس يغلطوا فيها كثير من الناس نحن المحبون بل قد تسميهم المجرمين بل هم المجرمون but rather call them the criminals حقيقة in reality هم الذين يصدون عن سبيل الله يصدون الناس عن سبيل الله عن تعلم العلم عن التوجه إلى الشريعة عن الاخذ بالمنهج النبوي يصدون عن سبيل الله غالبهم most of them are actually keeping people away and blocking people from the true path of Allah يصدون عن سبيل الله they are blocking the path of Allah and they are drawing others to be crooked بنيات الطريق leading them down the alleyways that are away from the straight path يبعدونهم عن تعلم الدين أي شيء من البعد عن الله تعالى فوق أن يجهل الإنسان ويبعده عن العلم أي شيء فوق هذا أي شيء من البغض لله تعالى ورسوله فوق أن تبعد الناس عن التعلم وتجهلهم أن هذه ليست لذلك أن هذه هي الظلمان أم لا تعلمون شريعة ، هذا يبعد الدين إنهم يتجنون من البغض أن يتجهلهم من البغض من الاستخدام من البغض ورسول الله تعالى من البغض من البغض لأنهم تستطيعهم من البغض مستوجيب لطاعة المحبوب. اسمعوا. المحبة معنى قلبي. معنى يدخل القلب ويستيطر عليه حتى يستوجيب ذلك المعنى طاعة المحبوب. هذه هي المحبة الكاملة. يستغرق القلب حتى لا يقبل القلب مخالفة المحبوب. بأن لا يمكنهم يخالف المحبوب. هذا هي المحبة الكاملة. المحبة الشرعية التي يسميها العلماء المحبة. هذه المحبة الكاملة. يسمونها محبة الله ورسوله. يسمونها محبة الله ورسوله. محبة العلماء العاملين. تحب المحبة العلماء العاملين. معنى قلبي مستوجب مستلزم لطاعة المحبوب. لا يخالف كل ما أمره وكل ما نهىه يكون بالمرصار. قلبي مستلزم لطاعة المحبوب. الله تعالى من القلب تمكنت سيطرت عليه وهرت آثارها على الجوارح. من قلبي مستلزم لطاعة المحبوب. والنشاط في خدمته سبحانه جلاله. والحص على مرضاته. والحص على مرضاته سبحانه جلاله. والتلذذ بمناجاته سبحانه جلاله. سؤال والتلذج جايله. والرضا بقضائه. والشوق إلى لقائه سبحانه جلاله. والانس بذكره. والاستحاش من غيره. معناه السيحة. والفرار من الناس. والانفرار في الخلوات. وخروج الدنيا من القلب. وحبت كل ما يحبه الله تعالى ورسوله. وحبت كل ما يحبه الله تعالى وكل ما يحب الله أيضا. and the love of all that Allah loves and the love of all those who love Allah. and putting Allah ahead of all of that which is besides him. ولذلك قال الإمام الشافعي أظنه تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا قياس جديد. تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا قياس جديد. قال هذا لم نعرفه في أصول الفقه قياس جديد. إمام الشافعي أظهر حبه هذا قياس جديد. هذا قياس جديد. هذا لا يوافق أصول الفقه. لا يوافق أصول العلوم. هذا لا يوافق أصول الفقه. هذا كذب. يعني أنه يوافق أصول الفقه. لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيعه. لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيعه. هذه المحبة الكاملة فمن ادعاها فعليه أن يتيا بالشهود. أن تكون الجوارح شاهدتا على ذلك. ويحب الله ورسوله أكثر من نفسه وولده وزيده. ويؤذر مرضاته وما على مرضات غيرهما. لا بد من الشهود تدل عليها. So the love of Allah SWT is something that needs proof. محبة الكاملة. The complete love of Allah SWT, what proof is there of that? الجوارح. The limbs. تدل على ذلك. The limbs would indicate the obedience of Allah SWT and would display the obedience of Allah. بأن تنشط الأعضاء كما قال ابن جزي في خدمة الله تعالى والحرس على مرضاته. As Ibn Juzay said that the limbs would be not just in the obedience of Allah, but hastening and energetic towards the obedience of Allah. والتنذذ بمناشاته. And for one to have pleasure in speaking to Allah SWT. إلى آخر الكلام الماضي. and conversating towards the end of what we have mentioned before. Meaning that whosoever claims the true love of Allah SWT. the complete love of Allah. Without that, then that's a false claim. هناك محبة ناقصة ويحالنا مثلي. من هو مثلي. من يعص الله ومن لا يمتزل الأوامرة. فهي قال لها محبة ناقصة ورجون تدخيلنا الجنة. فهي مقامنا نحن العوام. هذه المحبة الكاملة. So this which we have mentioned is the complete and true love of Allah SWT. محبة الرسل والعلماء العاملين العارفين العدول الصالحين. That is the love of Allah SWT. That of the prophets, of the knowers of Allah SWT. العلماء العاملون الصالحون the righteous scholars who are practicing. العدول العاملون the upright people who are acting upon the sunnah of Allah SWT. وما من هو مذلي العوام من هو مذلي. فهذا أرجو الله تعالى أن يكون له محبة ولا محبة ناقصة. أرجو الله ذلك. But as for one like myself, who is disobeying Allah SWT and involved in sinfulness and so on, day and night, then for us there is a different type of love that we hope Allah SWT will see us sufficient to enter us into his journey. that perhaps it would benefit us. هذه المحبة الناقصة التي تجري على عصاة المسلمين This is the standard type of love that is for the disobedient Muslims. بإن يكونوا متعلقين يحبون الله ورسوله لكن تغلب عليهم الشفاءات فيعصون الله تعالى وهم لا يحبون ذلك. that they do love Allah SWT and they want to يحبون رسوله صلى الله عليه وسلم and they love his messenger صلى الله عليه وسلم but due to their weakness and desires they are overwhelmed and to their weak iman they are overwhelmed by their desires and they fall into sins. والدليل على ذلك حديث البخاري وغيره and the proof of this is the حديث البخاري and other than him فقد جئ برجل من الصحابة رضوان الله عليه مرات في حدود الله تعالى that it was mentioned several times of the companions the companions even people at the time of the Prophet who would do sins that would require even a punishment في حدوده مرات فقال بعض الحاضنين ما أكثر ما يؤتابي ما أكثر بعض الحاضنين للحد كان نبي صلى الله عليه الحد فقال الرجل ما أكثر ما يؤتابي so then one person that was near the Prophet he was surprised at how many people were going to be ما أكثر ما يؤتابي هذا الرجل كم من رأي يؤتابيه about one person that kept on coming to be punished ما أكثر ما يؤتابيه كيف يؤتابيك كل مرة في الحد so he was surprised what's wrong with this person how does this person كم من رأي يؤتابيه ما أكثر ما يؤتابيه how many times does this person do these sins that means basically he's being brought all these times to be punished النبي صلى الله عليه الحد أجرى عليه الحد so the Prophet صلى الله عليه وسلم did the punishment upon that person و لكن قال دعه فإنه يحب الله و رسول الله but rather he said قال لك المتكلم دعه إنه يحب الله he said to the one who was surprised at his state that this person kept on doing من عاتبه من لامه the one who basically chastised him for repeatedly doing the same offense دعه إنه يحب الله و رسوله تركه عنك الحجس نقيم عليه ولكن دعه إنه يحب الله و رسوله the Prophet صلى الله عليه وسلم said leave him for he loves Allah and his messenger دعه إنه يحب الله و رسوله leave him and leave him alone for he is one who loves Allah and his messenger و أجمع على وجوب حبه جل كذا يجيب حب حزبه أجمع على وجوب حب الله تعالى أن يكون الله و رسوله أحب إليه من ما سبه أن يكون الله و رسوله أحب إليه من ما سبه أجمع العلماء و كذلك الكتاب والسنة يجلنا على ذلك الكتاب والسنة والمجمع أنه يجيب حب الله و رسوله و حب حزب الله تعالى هم العلماء العاملون المتبعون الصالحون أولياء المتبعون هذه خطواتنا في صلى الله عليه وسلم شبراً بشبراً و ذراعاً بذراع كتاب والسنة والسنة Well that is a matter of consensus and of course mentioned in the Qur'an and the Sunnah that it is required to have love towards Allah Also to love حزب الله الرسل to love the people of Allah meaning the messengers and the messengers the awliya, the angels the righteous the scholars who are practicing following the sunnah of the Prophet ﷺ arm length by arm length and inch by inch ولكن لا بد أن تفهم لا يجهد صالح إذا كان يجهل فرض العين لا يجهد ويطلق عليه صالح هذا فاسق كل من يجهل فرض العين ولا يبتأ في تعلمي ألا فاسق now it is important to know that the one who does not know the فرض العين the required knowledge معنها عقيدة صحيحة الطهارة الصلاة الزكاة الصيام معاملة الزوجة والأولاد معاملة الوالدين أولا meaning the عقيدة the proper belief in Allah ﷺ the purification, prayer the charity and fasting and how to how to treat one's parents and one's family one's wife one's kids and so on that if a person is not doing these things does not know these things nor is he making it if a person is not learning or knowing the فرض عين that is required upon them then they are in a state of disobedience and this person they cannot be called righteous unless that person is at a state where they know they realize that you know I need to learn these things and they have are making an effort to go and learn them فأول التوبة وأول الصلاة أن تندم على ترك التعلم وتندم على التعلم So the first part of repentance and the first part of righteousness is to regret not having learned and having abandoned learning قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه عبد الله ابن عمر رضي الله عنه قال رضي الله تعالى عنه والله لو صلت النهار لا أفطره وقمت الليل لا أنامه وأنفقت مالي هي سبيل الله تعالى جميعا لما أموت وليس في قلبي حب لأهل الطاعة وبغض لأهل المعصية ما نفعني من ذلك شيء عبد الله بن عمر رضي الله عنه he mentioned عبد الله بن عمر رضي الله عنه he mentioned that that I swear by Allah if I fast لو صلت النهار لا أفطره كل الدهر صلت الدهر if I fasted every day and I did not break a fast in a single day وقمت الليل لا أنامه والليل كله and I prayed the whole night and I did not sleep وأنفقت مالي في سبيل الله and I spent all of my money in the path of Allah subhanahu wa ta'ala but then I die and in my heart is not found the love of the people of obedience and the hatred or the dislike towards the people of disobedience then none of those actions would benefit me at all ما نفعني من ذلك شيء ما نفعني من ذلك شيء لو صلت النهار لا أفطره ذانيا وذالها لو صلت النهار لا أفطره وقمت الليل لا أمامه وأنفقت مالي في سبيل الله ثم أموت وليس في قلبي حب لأهل الطاعة ومضل لأهل المعصية ما نفعني من ذلك ذانيا وذالها So again and again that if I fasted every day and I did not break my fast and I prayed every night and I did not sleep and I spent all my wealth for the sake of Allah and I died not having not having the dislike of the people of disobedience and the love of the people of obedience of Allah then none of those actions would benefit me ما نفعني من ذلك شيء اسمعوا ما نفعني من ذلك شيء قيام الليل والصيام وإنفاق المال في سبيل الله قال ما نفعني من ذلك شيء He said none of that would benefit me at all not the prayer not the fasting ولا إنفاق مالي في سبيل الله وعلموا أن الله تعالى ما أعلن بالحرب إلا على ثنين and know that Allah subhanahu wa ta'ala did not declare war في كلامه سبحانه جل جلاله that Allah subhanahu wa ta'ala did not declare war except on two أكل الربا ومعاد الأولياء one is the one who consumes يتعامل بالربا ويأكل الربا the one who consumes or transacts with interest with usury and ومعاد الأولياء and the second is the one who you know objects or goes against or has animosity towards the أولياء of Allah subhanahu wa ta'ala ففي القرآن العظيم Allah تعالى يقول فإن لم تفعلوا فإن لم تتركوا الربا فأذنوا بحرب من الله ورسلية لموا معناها تهيأوا لحرب من الله ورسلية تهيأوا لحرب من الله So in regard to the first Allah subhanahu wa ta'ala mentions that if you do not do so if you do not if you do not abandon if you do not abandon the transactions of interest then know understand prepare yourselves that Allah has declared war against you and his messenger ومعاد الأولياء في الحديث القدس الذي رواه البخاري وغيره من عادا لي وليا فقد آذنته نفس الآية كمه للآية فقد آذنته بالحرب علمته علام من الله تعالى meaning meaning that Allah and his messenger prepare yourself for a war against Allah and his messenger and in regard to the second group in the hadith قدس it is mentioned من عادا لي وليا that whosoever has animosity or takes as an enemy or goes against one of my أولياء one of the friends of Allah subhanahu wa ta'ala one of the أولياء of Allah then Allah says I have declared war this is more dangerous I have declared war against him meaning that I have told him علام أنك محارب من قبله علام أنك في حرب لا تستعد أنت في حرب أنت في وسطها وقد قال الإمام الشافعي والإمام أبو حنيف رضي الله تعالى عنهما إن لم يكن العلماء العاملون أولياء لله فليس لله من مري and it was mentioned by الإمام الشافعي وأبو حنيفة رحمه الله الإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة may Allah subhanahu wa ta'ala have mercy on them they said that if it was not if the scholars العاملون المتبعون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم who are practicing the practicing scholars who are following the sunnah of the Prophet صلى الله عليه وسلم and implementing it if they are not the أولياء of Allah فليس لله من ولي في الكائنات then Allah subhanahu wa ta'ala has no أولياء from his creatures فليس لله من ولي معناها هذا هو هذا هو الرقم الأول من الأولياء meaning that that is the first category of أولياء is the practicing scholars بعد الرسل after the messengers of course هذا على وجوب حبه جل كذا أجيب حب حزبه الأنبياء الملائك العلماء العاملون that means that after loving Allah and his messenger when it says that it is consensus to love Allah and love the people of Allah then that means that these people are the ones who are included loving Allah loving his messengers his angels and the righteous people and the أولياء of Allah subhanahu wa ta'ala and the heart and the heart and the truthfulness is very vital and the truthfulness is very vital of Allah and the truthfulness and the truthfulness of Allah بأن لا تريد منها أي شيء غير مرضات الله سبحانه جل جلاله مع حضور القلب ذلك هذا هو الصدق النية إفرادك إخلاصك العبادة لله تعالى مع حضور القلب بأن لا تقصد بها غير الله تعالى هو الصدق النية So this is the chapter of صدق where he mentions إفرادك إفراد means to make something one To unify To make one and to make all of your worship Only for your creator The one who is worshipped To do إفراد for your عبادة To the one who is worshipped The Lord of the Lord Alongside having and being presently And being present in that worship Is the صدق of the intention سُئل المحاسبي وهو من كبار العارفين عن علامة الصدق المحاسبي who is one of the greatest of the noors of Allah SWT He mentioned سُئل عن علامة الصدق He was asked about the sign of صدق The true truthfulness to Allah SWT فَقَالَ السَّادِقُ هو الَّذِي لَا يُبَالِيْ لَوْ خَرَجَ كُلُّ قَدْرِ لَهُ فِي قُلُوبِ الْخَرْقِ وَوْ خَرَجَ كُلُّ قَدْرِ لَهُ فِي قُلُوبِ الْخَرْقِ He said that the one who is truly a صدق Is the one who doesn't care لو كانوا مَقَاموا 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 مَقَامُهْ لَا يُبَالِيْ من أجل صلاح قلبي ولا يحب الطلاع الناس على مثاقي للذر من حسن عملي و لا يكره أن يطلع الناس على السجئ من عملي و لا يكره أن يطلع الناس على السجئ من عملي و لا يكره أن يطلع الناس على السجئ من عملي و رسم إخلاص إبادة الشكر إفراده بها ولو بلاحظه و رسم إخلاص عبادة الشكر إفراده بها ولو بحظه أن تفرد العبادة لله تعالى ولو لم يحظر القلب إخلاص إنسان ، السدقاء Sencerity The صدقاء of intention we talked about but the إخلاص the sincerity of intention is something that is a level that is beneath that that is to do that action for the sake of Allah but not necessarily that the heart is ورسم إخلاص عبادة الشكور أفراده بها ولو بلاحظه والكتاب صار حقيقة منتهي بقي منه درس واحد لذلك قال فهذه مكالم الأخلاقي مع الجليل الملك الخلاق فالكتاب منتهي حقيقة نعم ما هو الحضور ولو بلا حضور ولو لم تحضر نحن قلنا الصدق هو إفراد العبادة لأحضور القلب فإفرادك العبادة لله تعالى ولو من حضور القلب هذا إخلاص لأنك أخلاصتها حضور القلب كيف يعني كيف يعني يكون القلب مركز على إخلاص العبادة لله تعالى لذلك الحضور لذلك الحضور يعني أنه يكون قلب مركز لذلك الحضور يعني أنه يكون قلب مركز لذلك الحضور 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 بلذلك الحضور لذلك الحضور لذلك حتى مرارة لله لكن المعرفة الأولى التي حصلها إلى صدق وهو تحضر إلى حضور القلب وكذلك لذلك الحضور لذلك حصل عام لذلك فقط هناك مجرد ما جال لنا درس فقط في دوم الأحد الأتي إن شاء الله We have just inshallah one more lesson in the next Sunday inshallah That here he mentions as if he's beginning to conclude He says and these are the These are the noble characteristics, the noble traits Towards the exalted king, the creator Allah subhanahu wa ta'ala And once we review all of these The maqamat, these ranks of righteousness And once you review the diseases of the heart And the roots of those diseases And the treatments for those diseases Then you will realize the truthfulness of the author And what he said at the beginning of this book How do you know the meaning of tasawuf? He said tasawuf And this is the poem that I have recited to you many times That he says that sufism, tasawuf, is not wearing wool Or any patched clothes There's no specific type of clothes That makes one have tasawuf Nor is it your tears and crying Once the singers begin to sing Nor is it screaming or Dancing or beating of drums As you see in many of those who claim to be Sufis nowadays Nor is it just convulsing or shaking Acting as if one has become insane This is not what tasawuf This is called fantasies and imagination Insanity and disobedience Exiting from the shari'a But what is tasawuf? بَلِلْتَصَوُّفُ أَنْ تَصْفُو بِلَا كَدَرٍ تَصْفُو تُصَفِي قَلْبَكَ بِلَا خَلْطِ أَيِّ شَيْءٍ But he says rather tasawuf تَكُونَ صَافِيًا وَاهِرًا بَاطِنًا To be purified To be clean Without any dirt Meaning internally and externally That one is clean of any disobedience ما هو معنى ذلك What does that mean? وَتَتْبَعَ الْحَقَّ فَسَّرَهُ وَأَلَى عَطْفُ مُفَسِّرَ بِأَنْ تَتْبَعَ الْحَقَّ حَيْذُ مَا كَانَ وَتَزِينَهُ بِالْقُرْآن وَالْسُنَّةِ He has explained in the next verse He says meaning that That this in addition That explains that which came before it He says meaning that you follow the haqq And the Quran and the deen Meaning first of all following the haqq Following the truth Meaning that you follow the truth Wherever it is That you leave what you are doing If it contradicts the truth As soon as the truth is clear to you Then you follow it That you do not insist upon doing anything And you do not fanatically follow anything لا تتعصب لغير الحق That you do not insist upon anything Any title, any group, anything Except for the truth لكن كُل رئيس المتعصبين في الحق But be the leader of the متعصبين It's like a person who just over emphasizes Or sticks to a particular group Or حق كُل أول المتعصبين للحق كُل رئيس المتعصبين للحق كُل كَمَا قَالَ النَّبِي صَلَتِنَا لَوْ جَعَدْتُمُ الشَّفْسَ فِي يَمِينِي وَالْقَمَرَ فِي شِمَالِ مَا تَرَكْتُ هَذَا الْأَمْرِ Be towards the truth Like what the Prophet ﷺ said To the idolaters of Quraysh That he said If you place the sun in my right hand That I swear by Allah If they place the sun in my right hand وَوَضَعُوا الشَّمْسَ وَقَمَرَ فِي شِمَالِ And the moon in my left hand I would not leave the truth I would not leave the truth I swear by Allah If the people place the sun in my right hand And the moon in my left hand That they give me everything I would not leave the truth Be the head of the people Who are insisting And aggressively insisting upon the truth Whether people like it or not Whether it goes along with what people want or not Or whether people like it or not وَعْنَ بِهَا مَعَ الْوَرَى هَذِي الْأَخْلَاقِ الْأَخْلَاقِ هَذِي الْأَخْلَاقِ الْأَخْلَاقِ وَعْنَ بِهَا اِضَا اَخْلَاقِ وَعْنَ بِهَا اِضَا اَخْلَاقِ وَعْنَ بِهَا اَخْلَاقِ وَكَذَا اَخْلَاقِ وَكَذَا اَخْلَاقِ وَكَذَا اَخْلَاقِ And these type of things that we mentioned Also the disease of the heart The purification and so on Of all of those things You know also not just to have these This type of character and manners towards Allah But to have this character and manners And cleanliness and purity Towards the creation as well I left some of the same people But the peter of the nature And the spirit of the religion And the religious and religion And that we know And that we see The pure of God And that we see The true of God You should see The wise of you The true of the religion The true of God And that You are blessed And that You are blessed The true of God He says rather The teter of the religion Is as we mentioned to be pure internally and externally of any dirt and to follow the truth the Quran and the deen and to be found to be found humble to Allah and to be found humbled in front of Allah and overwhelmed and sad because of your sins for all of time for all of time even if you were Umar ibn al-Aziz even if you were Umar ibn al-Aziz that he used to address himself Umar ibn al-Aziz with a strange poem that he says and from the as mentioned by the Prophet that in some poetry there's wisdom that he would say your morning oh deceived your day oh deceived one is heedlessness and a waste of time idle forgetfulness and idleness and night is sleep and death is definitely coming and death is for sure coming is for sure meaning that is this the action of one who knows that they're going to die the one who's wasting their time like that and he said very soon you will taste the outcome of this maybe meaning the outcome of this heedlessness and this this idleness this sleep this regretfulness very soon you will taste this outcome that he did not have intercourse with his wife one time he requested her to excuse him from this right that she has and she agreed a righteous woman because he was so busy and you know helping the the matters of the he did not find any time to even be with his wife but yet he's saying that oh deceived one your day is idleness and forgetfulness and your night is sleep he's telling himself that his life is the life of animals but rather he is the one who took the way of Umar he's the one from Salim ibn Abdullahi no he's the one that he's the one who was following the methodology of Umar he's the one who was following the methodology of Umar he wrote to Salim ibn Abdullahi the grandson of Umar and he said give me the story of Umar and he said what do you want with the story of Umar he said I want to act upon it he said if you're able to implement it then you're better than Umar meaning that he's exaggerating meaning that you're a true man that of course he said why he said because you do not have men to support you like Umar did nor nor are your days like the days of Umar these are the days of Umar and the passing of those two khalifahs and the oppression and the oppression of Yazid and those who were after him from many Umayyah and the splitting of the Muslims this was a very difficult time but it is known that Umar Ibn Abdul Aziz he fully implemented the way of Umar and he did not leave out of it anything until there was such justice until there was such justice that the peace overwhelmed the land that even the wild animals would not eat from the from the from the livestock that the animals would go the cattle and the and the sheep and the goats and the cows they would go and the wild animals would not attack to accomplish this this is why he had no time to even you know spend you know he could not sleep with his wife they did not have time to even sit with her that is the you know the true you know that is the true first world you say that there's first world and third world you know nowadays you say the first world is you know the true civilization of you know america and europe as if you know that is the world as if that is there's no world you know after that it's just it's something you know secondary but in reality what that that if you were ranking it in accordance with you know that justice truly then it would be you know you call it the millionth world not just the third or the fourth not you know mauritania or africa like third world but but this world is in this world is in you know the the on its deathbed the 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 meaning that that it's on its last you know gasps of air that its life is about to the body it's 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 هذه هي سكرات الموت هل هناك سؤال؟ تتم الصالحات الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته وجلاله تتم الصالحات والصلاة والسلام على سجدنا محمد وحبيبنا محمد وسيلتنا محمد أشرف خلق الله على آله وأصحابه أدقى خلق الله ومن تبعهم بإحسان إلهي من ألقاه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا وهبنا 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 لا تزغ قلوبنا وجعلناه المبتقين إماما ربنا أهف لنا من أزواجنا ورجعاتنا أكبر ربنا أهف لنا من أزواجنا ورجعاتنا أقرب ربنا أغفر لنا ولأخواننا الذين سبقوانا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا ظلاً للذين أمن ربنا عندك رب رحيم ولا تجعل في قلوبنا ظل لله ونحن ربنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرشته ولا ضلّا إلا هديته ولا مريضا إلا شبيته ولا مريضا إلا شبيته ولا عزبا إلا زبوشته ولا حاشة من حوالكنا صلاح لقدتها يا رحمة أحلام الله أسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تستجيب لنا دعوتنا أن تعطينا رغبتنا وأنت أو يناق من front man اللهم أصلح لنا ديننا الذين هو أصبتهم motorcycle وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي لهم قلبنا ولا تجعل الدنيا أكبرهم منا ولا تجعل الدنيا أكبرهم منا ولا ممن Ji 79 والسلطة على المحمد الحمد لله الذي بنعمته والجلالي تتم الصالحات اللهم صلية وسلم المبارك على نبينا محمد عبدك ورسولك وصلع على المؤمنين والمؤمنات ومسلمات الأحياء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر وكتور أزدت أمان السلام عليكم السلام عليكم يا حوضي و الله شكري earlier you were talking about how about the hadith of usury of interest if a person is in interest then he should prepare for war against of Allah and his messenger and today everything is with interest I was saying that if he had a choice and he could have a choice and he could have a choice then he could have a choice if a person didn't have anything else except for the other and he didn't have anything else I can't tell you ماذا تتكلم عنها؟ ما تتكلم عنها؟ الناس سيفصرونها من رأيهم نعم الناس لا